وخلال افتتاح الرئيس السيسي مسجد السيدة زينب بعد الانتهاء من عملية تطويره وترميمه وجه السلطان مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة وجه الشكر لمصر على منحها هذه الفرصة للمشاركة في تطوير أضرحة آل البيت وأضف السلطان مفضل خلال كلمته أن السيدة زينب لها مقام في قلوب المسلمين عامة وفي قلوب أهل مصر خاصة أشكر جمهورية مصر العربية مع رئيسها العزيز وحكومتها الرشيدة وشاهبها الكريم على أن أجازت لبناء هذا الزريح من الجديد الذي نصب على هذا المقام من جهة والدية الدكتور سيد محمد برحان الدين ولسيدتنا زينب في قلوب المسلمين عامة وفي قلوب أهل مصر خاصة مقام ويا له من مقام